قدنا لأسحراتكم مرة أخرى عايز أقول لكم أن البنك المركزي أيضا اتخذ عدة قرارات أظن حضراتكم كلكم تابعتوها البنك المركزي قرر وده يعني فيه اجتماع عمله النهاردة أنه أعلن عنه أنه رفع سعر ألف إيدا على الإيداع والإقراض 2% اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكل وتحقيق نمو اقتصادي الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب عن جانب الطلب دايما وده اللي حضراتكم لاحظتوه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية رفعت أربع مرات متتالية كل شهرين كان بيرفع تلت تربع نقطة كل شهرين كان بيرفع تلت تربع نقطة وهو ده اللي أدى إلى خروج الأموال من برصات العالم بالكامل والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أصبح أنه قادر أن يحط فلوسه في أمريكا ويأخذ عليه أربع ونص وخمسة في المية وبالتالي أصبح الاستثمار قليل وأصبح الدولار يتم احتواءه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتعود لتبيع البترول بالدولار الأمريكي لتحاول أنها تحافظ عليه وترفع سعر الدولار في مقابل العملات الأخرى لأنها بتبيعه بالدولار وهو ده العملة هو ده اللي يتحدث فيه محافظ البنك المركزي المصري عندما قال إحنا بلد مش مصدرا للبترول وأنا سأقوم باتخاذ إجراءات في خلال الشهرين القادمين أو الفترة القادمة حيقوم بيها البنك المركزي وإحنا هنتابع هذه الإجراءات المختلفة للبعض بيسميها كده بالبلدي إن إحنا ليه نربط نفسنا دايما بالدولار ما نربط نفسنا أيضا بعملات أخرى عدة قرارات مختلفة وتحركات اقتصادية مختلفة وقرارات همة للغاية لبالكن أنت علشان تاخد قرارات زي دي أنت يجب أن تدرس تماما إلى أين تذهب وإلى أين تريد الذهاب لأنك أنت بتدي على نفسك وبتلقي على نفسك مسئولية كبيرة جدا أولا أنت تعلم أن الجنيه المصري بيفتج الجزء من قمته وأنه ده حيؤثر على الاقتصاد فأنت بتحاول تمنع التضخم علشان ما يحصلش تضخم في نفس الوقت اللي أنت فيه بتلمي فيه الفلوس وأنت تعلم جيدا أنك أنت أطلقت سعر الصرف للدولار أمام الجنيه المصري وبالتالي أمام الأعمالات الأخرى ولكن أيضا بتحاول أن تعود المواطن المصري بشكل آخر الحزمة التي تم التحدث عنها كلكم حضراتكم لاحظتم بالأمس ما أطلقته الحكومة عندما قررت الحكومة وعلنت بالأمس أن فيه زيادة في المرتبات ودي حتكون علاوة لكل العاملين بالدولة 300 جنيه ثم أيضا هناك علاوة أخرى رفع أو أنا آسف رفع في المرتبات والحد الأدنى للمرتبات من 2700 جنيه ل3000 جنيه وهي محاولة أخرى من الدولة تكلف الخزانة العامة 67 مليار جنيه تحدثنا عنها بالأمس وباستفادة أيضا